مستشفى محمد بوضيف بعاصمة الولاية غلزان شهد أول توأم طبية مع طاقم طبي خاص بتوليد النساء قادم من مستشفى مغنية بولاية تيريمسان لأجل الإشراف على بعض العمليات القيصرية تنفيذ لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تم إبرام اتفاقية بين المؤسسة العمومية الاستشفائية لغلزان والمؤسسة العمومية الاستشفائية لمغنيا وهذا نظرا لانعدام أطباء خصائيين في أمراض التوليد والنساء فبدأنا اليوم في إجراء عملية قيصرية لعشر مريضات وسيتم كل شهر أي يومين في الشهر لإجراء هذه العملية الطاقم الطبي القادم من مغنية استحسن هاته العملية وأبدى استعداده مستقبلا لمساعدة النسوى الحوامل بالولاية كان مدير مستشفى العمومين دموغنيا لقد رحضت لنا أحباد جملاج ونا نحن الحمد لله وفقنا وفقنا supports كما تعلم نتواحات المت breathe نحن نتواحات المتابعة ومثلنا بسيارة الالجينيكو لأن المتابعة يموت بالنسبة حتى المتابعة في الحمد لله قررنا وفقنا اليوم الحمد لله هذا في صالح المريض نحن نتواحات نحن نستطيع ونشكر جميع على سلطات نحن هنا بش نساعدوا أنا جيت مع الدكتورة إبريل بش كما قالت إن شاء الله نقدموا الشي اللي نقدوا عليه نقدموه وبالرغم من نجاح هذه التوأمة التي استطاعت أن تنقذ حياة بعض الحوامل يبقى القطاع السحي بغلزان بحاجة مس إلى أطباء مختصين في توليد النساء والذي أصبح هاجسا كبيرا لمواطني الولاية اشتركوا في القناة